قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيف كوخافي خلال لقائه بقائد قوات اليونفل الدولية المتواجدة في جنوب لبنان إنه يتعين على القوات الدولية العمل على إيقاف مشروع الصواريخ الدقيقة التابعة لإيران وحزب الله وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللقاء خطط له بشكل مسبق وناقش تصعيد في الحدود اللبنانية فضلا عن قضايا أخرى كمهمة قوات اليونفل والتجديد لوجودها وأشار كوخافي لأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة وإنه لن يقبل باستمرار مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية